اخواني واخواتي في كل الدنيا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحييكم واتمنى لكم وافر الصحة والعافية المرضى اللي احنا بنعملهم حقن وتردد حراري وتسليك بالأسطرة سواء حقن في الربة وتردد حراري أو حقن في الفقرات القطنية وتسليك بالأسطرة وتردد حراري حقن في الكتف وتردد حراري نفسه اقول لكم كل حاجة يعني كل اللي بنعمله كل اللي بنعمله هو علاج غير جراحي والعلاج الغير جراحي حضرتك بتروح المستشفى بتقضي في المستشفى ساعة ساعتين بالكتير تلاتة بالكتير وبتقعد في قطة العمليات نص ساعة 40 دقيقة 20 دقيقة 15 دقيقة وربنا يكرمنا فيك وبتقعد شوية بعد يوم نص ساعة وبتروح ده اجراء غير جراحي لا تتقمص ايها المريض في المرضى بتتقمص ان هو بيعمل جراحة وبتدي وقلك هتديني ايه مسكن بعد العملية لا دي مش عملية ومش محتاجة مسكن طب يا دكتور هو انا اقدر اتحرك ازاي واعمل مش عارفة لا تتقمص شخصية واحد عامل عملية ولا تقنع اهلك بعديها ان في مكان العملية بيوجعني ولا ولا يعني تجيب معاك اهل المريض بييجوا فرقة كده عشرة عشرين واحد لانه رايح يعمل عملية مسكين تمام فتلاقي تقمص قدام يا دكتور حتبعنا بعد العملية يا دكتور حتجلنا بعد العملية فيه ايه فيه ايه دي مش عملية الموضوع بسيط خالص هذه ليست عملية جراحية لا تتقمص انك بتعمل عملية ولا تتقمص ان عندك ألم ومعاناة بعد العملية ولا تخرج انا خرجت بشوف ناس كنا بنهزر ونضحك واحنا بنعمل الحقن والتلدد لما يخرج لاله اه 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 فيقوموا اهلو جايين يعطلوني عن المريض اللي بعده ده بيتقلم يا دكتور لا يجوز لا يجوز انك تتقلم بعد الحقن والترد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته